الأولياء الأمور يقولون تحديدا إذا كانت تلك القرارات تخدم العملية التربوية فمطلوب منها أن الصحة عملها من مدارس من مناهج حقيقية من أعداد تدريسين حقيقين في ذلك الوقت خليت تمشيهاي بسياق التربوي الحقيقي أنه مضي مثل ما أتحدث هسه جنابك الكريم بأنه هو ضد التعليم في العراق أو رصانة التعليم في العراق أنا هسه أتفق ياك تماما أدعني ما مفر لك كل شيء وأرجع أطبق عليه تطبيقات فالشيء مرتاح يعني من مدارس وكل هاتفاصل أتفق ياك تماما حقيقة يعني مشكلة كبيرة أنه أنت يعني صار شهرين تقريبا الدراسة بدت ولحد الآن المناهج ما كامل أنت منهج كتاب ما منطل الطالب بشكل كامل زين ما سمي هذا؟ أسمي إخفاق هذا ما سمي بأنه مطلوب أن الطالب بأن يعامل أن يعامل العملية التربوية كأن العملية التربوية والمدار والإجراءات كلها جاهزة إلى وواضحة إلى مع العلم هم ما مفر إلى أي شيء وتريدون من عنده تطبقون هذا التفاصل توقع منه طالب يوافق عليها أنا أتفق ياك في جانب لديش ترفض الدور الثالث أرفض ليش لأن دفع خطر أكبر أستاذ فرات أستاذ فرات أنت إذا تتفق وياي لأن ليش أنت ضد الدور الثالث إذا متتفق أنا قلت لك لأنه دفع ضرر أكبر أنا عندي ضررين ضررين الضرر في تشريع الدور الثالث والاستمرار بخطر كبير أستاذ يعني وصل الأمر أنه خرج العراق من التقييم خطر كبير بأعداد كبيرة بأعداد كبيرة ورح تضطر العملية التربوية ليش نماذج مثل اللبنية غدير ليش ما نخلي لهم في التبويبة أنا أكون مرسل الطرارية الطرارية سكرها هو برطة لبنية هناك أحد تأخر بالسيطرة الوضع متأزم نحن خلنا نكون واضحين الوضع متأزم على أي دقيقة لا سمع الله نقطع شارع واتشايفة للزحامات اللي عندنا ما ترحم بشر لا مدير بس هذه الرسالة إلى الأساتذة المدراء والعمداء والمدراء العامين والمؤسسات المحترمة بالكامل شوي هلا هلا بالمواطنين بالموظفين الكرام بالموظفين ترى أنتم همين مثلنا وجاء يشوفون الشوارع من نص صبح للزحامات لحد الآن هم شوي على كيف يعني هو المرور تقول ميمي والموظف واقع بين المرور وبين المؤسسات وبين البصمة وبين التوقيع وذا تأخر لعشر دقائق رفع بمطالع السيد المدير وباقي الأساتذة المحترمين المعفين من البصمة ومن التوقيع ويجب راحته بس لاجم يجي شنو يجعل البصمة ويحاسب الموظفين بالكامل أكيد الالتزام ممتاز جدا واضح وهيبة الدولة وهيبة مؤسساتنا لكن ماكو حل إحنا ليش نضغط على المواطن بكل صفحات حتى بطريقة قمنا نضغط عليه حتى بوقت قمنا نضغط عليه تعب هنا راح يصير انفجار ماكو حل للزحامات فأتمنى تتعاونون مع موظفين ويجب راحتهم في تعاملهم